رحمة للعالمين أجمل أسلوب وطريقة أنا أتحداكم يعني إذا فيه سمعوني هو إذا عندكم شيء سمعوني هو كيف حالك اليوم؟ الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاك الله خير يعني والله في أحسن مني بكثير وأفضل مني بكثير نسأل الله حاني أتقبل منه ومنكم يا رب الله يكرمك يا بنتي طيب نكمل اليوم إن شاء الله سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقلنا إيش التهديدات اللي عملتها قريش ليهم لما ربنا والله يعصمك من الناس والله اجتعجنا كانت في يعني لما كنت ختمتي كانت مرة رائع القفلة اللي قفلتيها أمس يعني لكن كمان حب أقول لكم شيء يوم ما الإنسان حس بالخوف يأوي إلى ركن شديد وهو ركن الله سبحانه وتعالى لما سيدنا لوط عليه السلام قال إيش لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى لأن رب جبري عليه السلام قال يا لوط لن يصلوا إليك يعني إن رسل ربك لن يصلوا إليك ما حيوصلوا لك لأن الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى فلما تحسوا أنه أنت لا تحزن إن الله معنا تحس أنك أنت مع الله سبحانه وتعالى ربنا ما حيترككم إيش ما كان الخوف إيش ما كان الألم إيش ما كان القلق إيش ما كان أنت مع الله سبحانه وتعالى كن مع الله ولا تبالي وأنا عند ظن عبدي به كيف تظن بربنا هو حكم معاكم طيب نكمل اليوم إن شاء الله بإذن الله لما نزلت الآيات الإذن بالقتال للرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ إيش يسوي أول شي عشان يأمن حولينا المدينة طيب عقد معاهدات حلف أو عدم اعتداء مع القبائل اللي كانت مجاورة للمدينة أو كانت بين الطريق بين مكة والمدينة علشان خلاص إنه بينهم وبينكم عهد لا تهاجمون ولا نهاجمكم يقلل قدر الإمكان عدد اللي بدهم يهجموا على المدينة أو الطامعين في المدينة بعد كده الطريقة الثانية اللي بدوا يأمن فيها المدينة ويأمن فيها الإسلام وهذا كان يرسل بعوث سرايا وغزوات واحدة تلو الأخرى فطبعا في سرايا أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بدر إحنا دائما دائما نتخيل أنه دائما في التاريخ ندرس غزوة بدر هي صح غزوة بدر هي أكبر غزوة هي الفرقان لكن قبلها كانت في غزوات حنشوفها إيش هي اللي قبل بدر حصلت للتوضيح بس يا جماعة على فكرة يعني لما المنطقة أو قبيلة أو عالم يهدد عالم هي أكثر منها تنبيه ويعني توعد بس إنه عشان حقنا للدماء إنه لو كان تقدروا تنسحبوا من اللي أنتو بتسوي يعني هي بتكون الرسائل هذي هذي فكرتها صح؟ أيوه هو إنه يعني لحد يهاجمنا لا هاجمنا أي واحد وأمن المنطقة حوليها عشان لما نتجي نفترض إنه قريش تبي تجي تهجم مو تهجم وكل القبائل يصير تهجم عليها لا يصير هذه معها عهد ما تيجي ودي ما تيجي يصير على الأقل يجي واحد عدو بدل ما يتجمعوا كل الأعداء عالمي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات إنه هذا الإسلام يعني يدوبه بادئ وليد فلازم يكون له مكانة عشان تثبت أقدامه ويبدأ ينشر الدعوة ويزيح الجهل والكفر والضلال وينشر الإسلام هناك صحيح فبدأوا يعني حولينا المدينة رسول صلى الله عليه وسلم عمل معهم معاهدات بعد كده أرسل سرايا إيش معنى كلمة سرية؟ إيش الفرق بين السرية والغزوة؟ الغزوة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معاهم فيها ما عاد غزوة من الغزوات سميت غزوة رسول برضو ممعاهم فيها لكنها سميت غزوة والسرايا هي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل مجموعة ما يكون معاهم فيها لتأمين شيء أو إنهم ياخدوا أشياء طيب أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وصل طبعا المدينة فين؟ في ربيع الأول وصل الهجرة ربيع أول ربيع تاني جماد أول جماد تاني رجب شعبان عندكم ستة شهور كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن المدينة ويبني الحراء المسجد النبو هناك ويأخي بينهم ويألف بينهم هذه ستة شهور كلها كانت تثبيت للداخلي الآن في الخارجي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية اللي سموها سرية سيف البحر في رمضان سنة واحد للهجرة كان السرية زي ما قلنا مجموعة صغيرة كان الرئيسها أو القائد حقها حمزة بن عبد المطلب كان معا ثلاثين رجل هذولا الثلاثين رجل والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا ليه عشان يعترضوا عير لقريش جات من الشام طب هتقولولي ليش الرسول بيعترض القوافل طب هل هذا يعتبر قطاع طرق ولا شيء أو تعدى أو شيء أيوه لهم يعتبر تعدى ليه أنا أقول لكم المسلمين لما خرجوا من مكة قريش أخذت أموالهم كلهم وبيوتهم كلهم ما خلت لهم بيت صهيب بن سنان الرومي لما نجاي هاجر مشيت ورا قريش بخيلها وخلاءها وقالولوا ما حتخرج بفلوسك فعطاهم كل أمواله وراح المدينة ما عنده ولا شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نشافوا قالوا ربح البيع أبا يحيا يعني إنه اشترى نفسه إن الله اشترى من المؤمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذولا المسلمين تركوا كل أموالهم قريش أخذت أموالهم استولت عليها بوضع اليد وصارت هي تتاجر فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نراح المسلمين هناك المدينة كانوا فقراء لا عندهم بيوت لاجئين لا عندهم بيوت لا عندهم أموال لا عندهم شيء ولا عندهم شيء زاهم الله خير أهل المدينة آواهم ونصروهم وعطوهم أموالهم فالرسول صلى الله عليه وسلم على الأقل يرجع لهم شوية جزء من أموالهم عشان كده لما نقول لكم عطرت عير القريش لا تفكروا إنه هو ده تعدي ومو تعدي هو أخذ حق استرجاع حق استرجاع حق أحسنتي استرجاع حقهم فهذه الحمزة بن عبد المطلب أعترض العير كانت العير فيها أبو جهل ومعاته لتمية رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص العيص مكان بين ينبع ناحية البحر الأحمر أنتوا رايحين عن مدينة حتلاقوا لوحات اللي مكتوب عليها العيص التقوا واصطفوا للقتال حمزة معا ثلاثين وأبو جهل معاته لتمية في واحد اسمه مجدي ابن عمر الجهني كان حليف للمسلمين وحليف للمشركين فحجز بينهم وقلهم ما تقاتلوا طيب ورجع المسلمين ما أخدوا شيء طيب ومش العير حق القريش في شوال أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية لرابغ مرة تانية وكان هذا الرئيس عليها عبيدة بن الحارث ابن المطلب اللي هو يسير ابن عمر رسول صلى الله عليه وسلم أرسل معا ستين راكب من المهاجرين فالشاف أبو سفيان أبو سفيان معا ميتين شخص وتراموا بالنبل وما وقع قتال بينهم يعني بالأسهم بس تراموا شوية لكن ما وقع قتال وفي هذه السرية أنضم رجلين من المشركين للمسلمين أسلموا اللي هو المقداد بن عمرو وعتبا بن غزوان فلكنهم كانوا دولا مسلمين ومخفين إسلامهم فلما خرجوا مع الكفار والتقوا مع المسلمين قاموا تركوا الكفار وراحوا للمسلمين طبعا ما وقع قتال غير بسيط وانصرف كل واحد ورجع لمكانه هذه تانية وحدة تالت وحدة اسمها سرية الخرار هذه في ذو القعدة لاحظة رمضان شوال ذو القعدة هذه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في عشرين راكم اعتروا ذو عير لقريش وقال له ما تتجاوز منطقة الخرار خرجوا ماشيين يعني بيمشوا في الليل يتخبوا وفي النهار يمشوا الين وصلوا للخرار بعد خمسة أيام فلقوا انه العير قيدها ايش عدت وانتهت مشيت يعني رجعت السرية ما سووا شيء في غزوة سارت بعدها اسمها غزوة الأبواء أو ودان هذه طبعا الحج ما فيه أي سرايا أي شيء محرم ما فيه أي حاجة لأنها أشهر حرم في صفر سنة اثنين للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بنفسه ومع مجموعة من الصحابة سبعين رجل وبدوا يعترض عير لقريش في بلد اسمها ودان لكن ما عدت القافلة فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة هنا مع واحد اسمه عمر الضمري وكان سيد بني ضمرة وقلوا انه ما يعني ما نتحاربونا ولا نحاربكم ولا أي شيء معاهدة السلام معاهدة السلام هذه الرسول صلى الله عليه وسلم غاب فيها 15 يوم بعدها سارت في شهر ربيع الأول في غزوة اسمها غزوة بواط إذن الأولانية غزوة الأبواء والتاني غزوة بواط هنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه اعترضوا عير لقريش العير هادي فيها أمي بن خلف أمية رجل من قريش و2500 بعير لكن لما انبلغوا بواط لقوا انه ايش انه الغزوة انه العير فلتت منهم وسبقتهم بعدها في شهر ربيع الأول برضو غزوة بعدها اسمها غزوة سفوان هادي برضو واحد اسمه كرز بن جابر الفهدي مجموعة من هذا مشرك أخذ قواتنا المشركين وهاجم ضواحي المدينة كان عن ضواحي المدينة يحطوا فيها المواشي حقتهم يعني المواشي مهجوة المدينة على الضاحية من بر المدينة كده عشان يرعوا هناك هذا كرز بن جابر الفهري هجم على المواشي حقت الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين قام الرسول خرج له في سبعين رجل لمطاردته حتى بلغ وادي اسمه وادي سفوان ناحية بدر لكن ما قدر يلحق بكرز فرجع من دون حربه هذه تسمى غزوة بدر الأولى لأنها قريبة من بدر في غزوة بعدها اسمها غزوة ذي العشيرة هادي في شهر الجماد الأولى وجماد الثاني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في مية وخمسين أو ميتين شخص وما أكره أحد على الخروج قالي اللي بدي يخرج يخرج معايا وخرجوا على تلاتين جمل يعني تخيلوا مية وخمسين أو ميتين تلاتين جمل اللي شايرهم فكانوا ايه يتعقبوها يعني واحد يركبوا الثاني سريح وهكذا ابن دم اعترضوا عير لقريش كانت رايحها للشام وكانت فيها أموال قريش فهذه هي العير اللي حتكون سبب لغزوة بدر طيب لقوا أن القافلة سبقتهم بأيام وطبعا ما لحقوها لكن حيلحقوها لما تكون راجعة فبعد كده في سرية اسمها سرية نخلة رسول صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش الأسدي عليها في مكان يقال له نخلة وقال له نخلة نحط الطايف الطريق للطايف فقال له لما انتمشي هناك لا تفتح الكتاب لما انتم تفتحوا خير اللي مجموعة اللي معاك بدهم يروحوا معاك ولا يقعدوا فلما بس أبغاك قال له تترصد لعير قريش وتشوف لنا أخبارهم فقال له سمعا وطاعة قالوا لا تستكرهم اللي يحب الشهادة حي يجي معاك واللي يكره الموت خليه يرجع جميل يعني سبحان الله يا جماعة حتى في هذه كان فيه رقي الأخلاق وأجمل الأخلاقية لأن كانت البدايات للغزوات أو البدايات للوصول فكان السؤال يعني لابد منه مكملين معاكم بعد الفاصل أستاذة اعتدال إدريس وأنا معاكم نهو سعدي وبرنامجنا رحمة للعالمين في الجزء الثاني من الحلقة خليكم مع السماع رحمة للعالمين مع نهو سعدي وفي ضيفتها الأم اعتدال إدريس رحمة للعالمين مع نهو سعدي وفي ضيفتها الأم اعتدال إدريس مكملين معاكم نستكمل كلامنا وكنا بنقول إنه ما في بدون إكراه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام إنه بدون إكراه أسأل مين بيخرج معنا أو مين لا لأن هذه حصل فيها قتال وحصل فيها أسرة طيب معينا شوفي لاحظي هي سرية صغيرة طيب اللي هي سرية نخلة فلما ميشي مع كلهم وافقوا إنهم يروحوا معاه لأنه هو ميشي معه حوالي 12 رجل تخيل 12 رجل بس اللي ميشي معه مع عبد الله بنجاح هو المجموعة خرجت ب12 رجل ما خرجت بكتر من كده 12 رجل تخلفوا منهم اللي هو سعد بنبي وقاص عطبة بن غزوان ضع بعيرهم فراحوا ييش يطلبوا اثنين يعني إذن بيقوا كم عشرة عبد الله بنجاحش سار حتى نزل بنخلة مكان اسمه نخلة مرت عير لقريش لأنه قريش عندها التجارة الأساسية حقتها للشام بس هي ترسل تجارة للطائف وترسل تجارة الهنى يعني ترسل تجارة لكل مكان لأنه عمل أهل مكة كانت تجارة ما عندهم زراعة ما عندهم شيء لكن التجارة كانت فهي الأساس أساس الاقتصاد حق مكة التجارة فمرت بيهم عير لقريش فيها زبيب وجلود وتجارة أشياءهم فيها فيها مين اسمه عمرو بن الحضرمي وعثمان بن نوفل أبناء عبد الله بن المغيرة عثمان ونوفل عثمان ونوفل أبناء عبد الله بن المغيرة وعمر الحضرمي أتشاور المسلمين بينهم وبين نفسهم قالوا شوفوا إحنا في آخر يوم في رجب بعد رجب رجب شهر شهر حرام وبعده شعبان شهر ما هو حرام العرب كلها تعرف إنه ما تقاتل أبدا في الشهر الحرام هذا شيء معروف على الجميع معروف في الأعراف عندهم في عرفا إنه الشهر الحرام اللي هو رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ما فيه قتال أبدا فقال فأتشاوروا بينهم قالوا إحنا آخر يوم في شهر رجب طيب لو تركناهم حيفلتوا وإيه وحيدخلوا إيه الحرام ولو قاكلناهم طيب نكون انتحكنا الشهر الحرام ولو تركناهم حيدخلوا فين الحرام مكة لأنه مكة حرام ما حد يقدر يقاتل في مكة حتى لما نجوا بدأامي قاتلوا الرسول في صرحة الحديب يخرجوا خارج مكة شوفوا ما يقاتلوهم جوة الحرام عارفين ده الشيء فقالوا إحنا بين شيئين لو قاتلناهم إحنا انتهكنا الشهر الحرام ولو تركناهم حيدخلوا حدود الحرام ما هنقدر نسوي اجتمعوا قالوا نتلاقى معاهم فرمى واحد فيهم عمرو بن الحضرمي وقتلوا طيب وأسروا عثمان والحكم اللي هم من قريش ونوفى الأفلت وجابوا العير اللي هي أخدوها والأسيرين لمين للرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعزلوا من هذا الخمس الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا قال لهم أنا ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام أنا قلتلك شوف بس إيش وضعهم ما قلتلك قاتلهم وما تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما يقدر يحكم بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لما نجيله الوحي طيب هنا المشركين إيش سارة حصل لقوها فرصة إنهم يطعنوا في المسلمين فقالوا انتهكوا الشهر الحرام وأرجعوا لبرنامجنا فأتبع سببه حتلاقوا من أسباب النزول حقا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه حتلاقوا هذا قلت عليه سبب النزول صحيح طيب فقالوا انتهك الشهر الحرام فنزل الوحي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجوا أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أنتوا قعدتوا تعيبوا علينا يا قريش إنه إحنا انتهكنا يوم واحد شهر حرام وإنتوا قعدتوا خرجتوهم وقتلتوهم وفتنتوهم في الدينهم أيهما أكبر من منطق سبحان الله طيب فالضجة يعني زي تحين بعض الأحيان تلاقي فيه ناس يثيروا ضجة على موضوع صح ويهاجموك فيه وهم مسوين أخس منه وأكتر منه فعلى إيه يعني المنطق تجي أحد في أشياء كثيرة تلاقيهم يدؤتون هو ده الفتن يا ذا بالله فهذه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق سراحة الأسيرين وأداهم دية المقتول اللي قتل طيب عمرو بن الحضرمي أعطى رسول صلى الله عليه وسلم ديته طيب هذه السراية والغزوات اللي حصلت قبل غزوة بدر ما حصل فيها قتل كبير لرجال ولا حصل فيها أي شيء هنا كانوا البدأت المشركين يفكروا ترى الآن على قولهم يد رسول صلى الله عليه وسلم سارت تطول سارت تيجي سرية عبد الله بن جحش وأخذوا التجارة حقتنا وأخذوا العير حقتنا وكانوا ناويين وجوا على الأسرية التانية والغزوة حقت التانية اللي هنا مشي فبدأوا يحسوا أنه هم أمام خطر داهم وأنه المسلمين بدأوا يتقو فصمموا سناديدهم أنه يعني يعملوا مؤامرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فطبعا هما فكروا قالوا بدل ما أنه هادن الرسول يعني هو العقل والمنطق هادنوهم ما حسوي لكم شيء ما حيجي عندكم بس غرص أعملوا هدنة مع الرسول وتنبسطوا بتجارتكم لكنهم كان عندهم كبرياء وغرور وقالوا لا إحنا هنقاتنهم فبدأ نزلت الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان تقوله كيف يقاتلوهم يعني كيف عيش القتالات اللي حتسير في شهر شعبان عشان شوه من ضمن المؤامرات اللي بتسير عن المسلمين والقلاقل في شهر شعبان نزلت الآيات بتحويل القبلة الرسول فضل سنة وتمانية شهور تقريبا أو سنة وشوية هم يصلوا على بيت المقدس طيب فيه سؤال حيجي يقول طب أساسا القبلة ترى كانت لبيت المقدس طب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي في مكة هل كان يصلي ناحية الكعبة ولا أحد بيت المقدس بيت المقدس صح نحت اليمين نه بيت المقدس نحت اليسار نفترض نه بيت المقدس فكان تخليه فكان كأنه يصلي لبيت المقدس بس الكعبة أمامه موجودة لما راح المدينة ما في الكعبة فكان يصلي فين لبيت المقدس فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى لكنه ما تكلم لكن ربنا أنزل الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فللي وجهك شطر المسجد الحرام حين كان يعلم الله سبحانه وتعالى إيش أمنيته تعرفوا يا أحباب بعض الأحيان تكون تتمني شيء بس ما أنت قادر تتكلمي ربنا يعلم ما في نفسك يعطيكي هو دا الله يعطيكم حتى يرضيكم بعد كده نزلت الآيات فحولت القبلة فبدأوا المنافقين اللي هم كانوا مشركين أساسا وبدأت قريش تتكلم يقولوا كيف أنه طب الناس اللي ماتوا قبل كده قبل ما تتحول القبلة فين راحت صلاتهم أنما نزلت الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم ما كان حضيع لكم الصلاة ما حضيع اللي راحت عليه ما حضيع فهنا يعني بيّنت أن كل الأماكن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة هذه كانت من ضمن الأمور اللي حدثت قبل غزوة بدر ولما نقلنا في غزوة العشيرة وأفلتت العير وراحت للشام هي رايحة لما قربت ترجع بعث الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد للشمال عشان يشوفوا فين القافلة واصلة فوصلوا إلى مدينة يعني منطقة اسمها الحوراء بين ينبع والوجه هذه المنطقة هناك وقعدوا متخبين فيها ألين مر أبو سفيان بالعير فراحوا بسرعة للمدينة وخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم العير اللي هي القافلة اللي كان فيها أبو سفيان واللي هي سبب غزوة بدر كانت فيها ثروات كبيرة جدا حقا أهل مكة كان فيها ألف بعير يعني ألف جمل مليانة بالأموال الأموال تقريبا خمسين ألف دينار دهبي وما معاهم حراس إلا حوالي أربعين رجل يعني تخيلي هذه الثروة الهائلة دي كلها معاهم أربعين طب هي أساسا القوافل كيف بتسير عندك مثلا أنت يا نهى أنت عايشة وتعرف تغزيلي وتعرف تسوي تقوم تعطيهم للقافلة اللي راح تقولون بيعولي هي في بلاد الشام واشترولي بها شيء يقوم بيعولك هي واشترولك بها وتجي أنت وتبعي هكذا كانت التجارة موجودة عندهم فلما نوصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم أن القافلة وصلت هناك فقام الرسول قال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها يعني يعطيكم هي ربنا وما قال للأحد تخرج بالغصيبة ترك الأمر براحتهم كل واحد يخرج اللي بدي يخرج يخرج عشان كده خرجوا أنصار أكتر من المهاجرين طب حتقولي ليش يعني المهاجرين هم يبغوا أكتر الأنصار محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم يبغوا يرضوه بزي ما إيه تبغى إنت تبغى ديحنا نجي معاه والمهاجرين نفس الشيء بس سبحان الله العظيم عشان المعركة تصير كده يعني استعد الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه تلتمية وبضعة عشر رجل يعني تلتمية وطلتعشر يعني الرجل حول تلتمية وطلتعشر طيب حوالي ستة وتمانين من المهاجرين ومئة وسبعين من الخزرج وما يعني ما كانوا يظنوا إنهم حياخدوا هذه وما كان عندهم فرس يعني خيول غير فرسين تخيل فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود ومعاهم سبعين بعير سبعين جمل يعني التلتمية وطلتعشر كلهم كانوا يركبوا يتعاقبوا على السبعين بعير هذا يركب هذا يستريح يعني رجالين تلاتة رجال على هذا أمشي أنت نصى المشوار أنا أمسي نصى المشوار فكانوا يمشوا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الجيش اللي خرج معاه للتلاتة أقسام قسمين كتيبة المهاجرين وكان اللواء حقه اللي هو العلم علي بن أبي طالب ماسكو وكتيبة الأنصار وكان ماسك العلم من سعد ابن معاد وخلى اللي بيقود الميمن الزبير بن العوام واللي بيقود الميسر المقداد بن عمر الزبير بن العوام فارس من الفرسان فارس هو وعلي بن أبي طالب كان أشجع الفرسان يعني كان لدرجة علي والزبير كان يقدروا يقاتلوا باليدين يمسكوا اليدين فيها سيفين ويقدروا يقاتلوا بيها طيب فتحرك الجيش ألين وصلوا وبدأ يتحرك ويتحركوا ألين وصلوا ناحية فين ناحية بدر طيب إيه صار في القافلة حين عندكم أبغاكم تتخيلوا معايا الآن إحنا بنتكلم وأبغاكم تعيشوا الوضع معنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيهيئ الجيش قبل ما يخرجوا يقول لهم أخرجوا أخرجوا أبو سفيان كان خايف لأنه سمع أن الرسول كان ناوي على القافلة هي رايحة وفلتت منه فكان خايف أنه هم راجعين أنه رسول صلى الله عليه وسلم يهجم عليهم فصار يرسل أحد ويسأل الأخبار ويسأل اللي مروا به شفتوا أحد شفتوا أحد مريتوا بأحد فجالوا واحد قام إيش ما أحب أقاطعكم هنا وما تعرفوا الجال واحد إيش قالوا إيش صار لكن هذا اللي بيحصل فيه سنين يا جماعة إلى الآن الله يتم علينا بخير يا رب وبركة هذا ختام حلقتنا اليوم أمن برنامج رحمة للعالمين والله عارف كثير الآن عارف لاحد يدي علي يعني نقول إن شاء الله بكرة يحيينا ونكمل بإذن الله حلقاتنا خليكم دايما على السماع فمالكريم وانتبهوا لبا رحمة للعالمين مع نهى سعدي وفي ضيافتها الأم اعتدال إدريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر